طلب محامو رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو تأجيل موعد عقد جلسة الاستماع التي سيتخذ في ختامها المستشار القضائي للحكومة أفخاي مندلبليت قراره النهائي بشأن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو وجاء في الرسالة التي وجهها محامو نتنياهو إلى مندلبليت إنه من غير المعقول أن تعقد هذه الجلسة بعد شهرين نظرا لكمية مواد التحقيق والعمل المطلوب لدراستها مشيرين إلى أن نتنياهو لن يتخلى عن حقه في عقد هذه الجلسة وكان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية قد أمهل طاقم الدفاع عن نتنياهو مهلة حتى العاشر من مايو أيار لتحديد موعد الجلسة وذلك بعد مماطلة محامين نتنياهو في استلام ملفات التحقيق